وللمزيد تنضم إلينا من باريس بلقيس النحاس مرسلة الغد بلقيس بداية ما هي أطرحات الإليزي قبل انعقاد هذا المؤتمر وضعا في الاعتبار أن باريس تقول وتؤكد بغياب أي تقدم على المستوى السياسي ومع ذلك يمصر على المضي قدما في هذا المؤتمر نعم ياسر بالطبع الإليزي قد صرح كما ذكرتم أنه لن يكون هناك أي مساعدات في السابق إن لم تقم الطبقة السياسية في لبنان بتشكيل حكومة وإجراء إصلاحات قبل تقديم المساعدات ولكن يبدو أن الحكومة في لبنان والطبقة السياسية والمشاكل والانقسامات والمتنازع عليها من أجل الحصص السلطة يجب هنا أن نعلم أن إمانويل ماكرون قد أعطى وأجل المؤتمر عدة مرات قبل أن يتم اليوم تثبيته في الثاني من ديسمبر طبعا إمانويل ماكرون اليوم سوف يجتمع مع الأمم المتحدة رئيس الأمم المتحدة أنطونيو للتباحث وتقييم المساعدات التي تم تقديمها سابقا منذ التاسع من أب الماضي والتي تبلغ حوالي 250 مليون يورو والتي تم تقديمها لشعب اللبناني بحركة طارئة مؤتمر طارئ عقد في هذا الشهر من أب طبعا المبلغ المالي الذي تم توزيعه سوف يتم التحقيق كيف تم توزيعه وسوف يجري كذلك التبحث وتقييم الاحتياجات القادمة للبنان يجب أن نذكر إمانويل ماكرون بعد الانتقادات التي وجهتها الإليزي للحكومة اللبنانية قامت أيضا بتخصيص اليوم المؤتمر فقط للمساعدات الإنسانية واستثنت السلطة السياسية من الموضوع حيث أنه يجب على الحكومة اللبنانية قبل أن تضمن وتسأل بالمساعدات المالية للمساعدة في البنية التحتية يجب أن يكون هناك حكومة للتباحث معها لذلك اختصر اليوم إمانويل ماكرون هذا المؤتمر فقط من أجل المساعدات الإغاثية وسوف يضم هذا المؤتمر 50 ممثل من منظمات دولية وشركاء دوليين كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا ومنظمات غير حكومية هي التي ستقوم بالإشراف على هذه المساعدات والتي سيتم تقديمها بإشراف من الأمم المتحدة للشعب اللبناني إذا طبعا ما تم بعد الساعة السادسة والنصف أي إجراءات جديدة أو تصريحات جديدة من الإلزاي سوف نكون بالطبع بإخباركم من باريس بلقيس نحاس مرسل الغد شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة